السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا سؤال هنسمعه و هنجاوب على السؤال عشان يستفيد الجميع. السلام عليكم. حضرتك انا الارض اللي عندي في الوحات البحرية وحاول اعمل يعني هبدأ بربع فندان مسلا. اه درجة الحرارة عندنا عالية في الصيف جدا. وفي الشتاء ممكن ممكن اتحكم في درجة الحرارة انا اغطي الاحواط او كده. لكن بالنسبة للصيف هيبقى من النهاردة اجي الحراف هو ال 45. 45. فهل دي لها علاج تاني حاجة تربة رملة. مش مفيش نقطة هنا خالص. التالت سؤال موضوع التنشيف. هل اعمل زي الدكتور اسعد كده ويوم تنشيف او همين. لان انا المشروع بتاعه ان شاء الله اه بجهز انا اللي ما اعلم وانتاج حيواني او خرفان. انتاج حيواني اللي هو المواشي والخرفان. فعايز اعرف موضوع التنشيف ازاي اوصل لل 35% او من 25% من 35% واللي هيكون تنشيف يوم واخلط مع تشيش وخلاص. دي تلات اسئلة. اه بالنسبة للسؤال الاولاني بيتكلم على درجة الحرارة ان درجة الحرارة عنده عالية جدا. والسؤال التاني بيتكلم على ان ما عندهش هناك طمية وهناك فيه رملة. والسؤال التالت بيتكلم على موضوع التنشيف. بالنسبة للسؤال الاول اللي هو بتاع درجة الحرارة. احنا تكلمنا قبل كده في موضوع درجة الحرارة بالنسبة للازولة. قلنا لو المكان عندك درجة الحرارة بتبقى عالية والجو جاف لازم تغطي بسيرام. يعني لازم تجيب سيرام اللي هو بتاع النت بتاع الصوب اللي هو تاتة وستين في المية او او سبعين في المية او اربعة وسبعين في المية حسب انه متوفر عندك. لأ حد ادنى تلاتة وستين في المية. يعني ممكن يبقى اكتر وممكن ما تقللش عن تاتة وستين في المية. يعني ممكن يكون بيدلل اكتر لو الحرارة اعلى اه تخلي اللي هو التزليل الاعلى. بل لو تاتة وستين تخليك في السبعين او? او في التمانين لو الحرارة عالية جدا والشمس حامية جدا. تمام? اه حسب نزل نوع الحرارة القوة الشمس عندك هناك والحرارة اللي عندك هناك بتوصل خمسين في مراتك بتوصل في درجة حرارة خمسين. فلازم التزليل يكون عالي جدا عشان اه ما يحصلش اه الميا تسخن في الحق. لازم يكون في بس اللي لازم برضو يكون في نفس الوقت في نفازية ضوء. يعني ما يجب ليش سيرم اه يعتم خالص. يعني الصوبة من جوة عتمة. ما فيش ضوء بيخش خالص. لا ما ينفعش. يعني خليك في الحدود من تلاتة وستين للحاجة وسبعين. ماشي معقول يمشي. تمام? ده اول نقطة. اه لو الحرارة عالية جدا بتخلي فتحات في الجناب عشان الهواء يخش ويعدي. عشان ما يكتمش جوة والحرارة تزيد جوة. يعني لازم بيقى فيه من فتحات تهوية. يعني الصوبة انت لو عاملها صوبة نص دائرية بيقى مسلا البحر بتاعها مفتوح والقبل بتاعها مفتوح على ان الهواء تعمل طيار هوا وتقوم ايه الهواء يتجدد جوة ما يتحبس جوة. تمام? عشان الحرارة ما تعلقش. دي من نسبة لموضوع درجة الحرارة. دي موضوع سهل جدا قلنا يتعامل بالنت او السيرم. تمام? اه طبعا لو البرودة عندك عالية بقى في الشتاء. البرودة عالية جدا يبقى لازم نعمل اه بنشيل السيرم والحط بداله اللي هو البلاستيك اللي هو مضاد للشمس عشان ما الشمس ما تكلوش. تمام? وبيعدي الضوء في نفس الوقت. بيعدي الاشعة الفقر المنفسجية بيعديها. عشان الشمس بيحتاج الاشعة الشمس. عشان يحصل دفع جوه اولا يحصل دفع. والنبات بيحتاج الشمس عشان يامه. تمام? لازم درجة الحرارة تبقى في حدود من امين عشرين لخمسة وتلاتين. داخل الصوبة عشان خاطر. آآ النبات يشتغل معاك في الشتاء. زي كنت عايز بتقفل شوية على ان ميبقاش في طيار هوا جامد على ان المكان يتفى جوه. لكن لازم يبقى فيه سنة بسيطة تهوية عشان خاطر تجديد الهوى. عشان تجديد الهوى والاكتوجين يتجدد جوه في الحوض. تمام? آآ ده بالنسبة لموضوع الزي كان حر جدا او الساعة. آآ الموضوع التاني موضوع الرمى. انت ما عندكش طامية. لو المكان ليك مكان قريب ليك. هتعرف تشتري عربيات طامية. في عربيات طامية ممكن تشتريها بتبقى سهلة يعني برضو تشتريها. آآ ده بيبقى افضل يعني ده بيبقى افضلية جدا جدا يعني. لكن لو مفيش يعني لو مضطر بقى ومفيش. هنضطر نعمل رملة عندك. لو الرملة زراعية يعني مزروعة. معنا كده اللي ما فيهاش املاح. هتنفع. ازا كانت بيضة صفرة خمرة خضرة بني مش هتفرق معنا اللون. المهم ارض تحت ارض زراعية. يعني المكان نفسه عندك هناك بيززرع. وفيه زراعات فيه. يبقى مفيش مشاكل يعني الارض مفيهاش ملوحة. طيب الافرد بقى ما عنديش الارض عندي كلها ملوحة لان اصلا مش مزروعة وفاها ملوحة. يبقى لازم ان الرملة دي تتغسل. تمام? بتديب حاجة كده زي المشمع كده تفرده مشمع كبير بتفرده. وتعمل الرملة ديت زي الهرم. آآ زي الهرم كده زي تبت الهرم كده. وبتشغل على دش مية. لغاية ما ايه كم يوم كده تغسلها ولغاية ما تلابت خلاص يعني بترشح مية. نشربت مية وبترشح. ويسيبها يوم ولا اتنين عبال ما تنشف. آآ وبعد كده ترش تاني يعني تعمل الموضوع ده تلات اربع مرات. لغاية ما تنزل الملوحة منها. خالص تلاقي المية اللي بعد كده النازلة منها تحتها مش مملاحة حواليها. طول ما بتنزل مية. ولما تنشف تلاقي فيه ملوحة. حوالين تبت الرمل اللي انت عملتها الهرم اللي انت عملته ده. يبقى كده لسه فيها ملوحة. عشان الملوحة دي هتقرفك وهتعمل لك مشاكل. تمام? لازم تتغسل بتعملها تبت رمل كده. والكل تغسلها كل يوم ايه تغسلها وتسيب لما تنشف تشوف عاملة ملاحة يبقى ايه تغسلها تاني تالت رابع. وطبعا بتشيل الملوحة اللي حواليها دي بتشيلها. عشان ايه ما ما يشربهاش تاني. يعني متاع عمل ملوحة حواليها بتكنسها وتشيلها وتشيل الرمل اللي حواليه المملحة ده. وتشيله خالص وتغسل. تمام? تغسل تاني. ترسش مية وتغسل تاني. مرة اتنين تلاتة. زي اللي بيجيب ارض زراعية وتطلع مملحة. بيقعد يعمل لها بيسموها عندهم ايه في الارياف? زي كده اه 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 انايات كده وحاجات زي كده في الجنب غويطة ويس ايه يس ايه يس ايه يس ايه لغاية من الارض ايه ترشح الملحة اللي فيها كلها بيسموها بيخسلها. لغاية من الملوحة اللي فيها بتقل ويزرحها لماتاعة الاول تتحمل الملوحة لغاية من نسبة الملوحة تقل فيها. تمام? دي بالنسبة لو هتشتغل برملة غير الرملة تطلع الطمية. لكن لو انت الارض عندك اصلا لسا زراعية وفيها زراعة وتزرع فيها خود منها ما فيش مشاكل. بس ابعد عن الرملة متحجرة اللي تبقى على وش الارض اللي هي بيسموها بتسموها الرطش. يعني ما بتيجي تسوي الارض. بيتجمع كده شوية يسمعها بتعمل جبل رطش كده. اللي هو بتاخدوه تحطوه تحت البهايم. ابعد عن دي عشان بتبقى تبقى ملحة. الحاجات اللي بتحجرها وبتاع الكلام ده ودي بقى ملحة شوية. تمام? هي تخليك في الرملة الزراعية العادة دي اخد رملة اللي بتزع فيها وتشتغل فيها. تمام? دي بالنسبة دي. حياتة التنشيف. قلنا كزا مرة ميت مرة. شيل من دماغك حياتة توصل لخمسة وعشرين في المية. وتزوصل لخمسة وتاعتين في المية. ما مش هتعف تحسيبها الا ما تجفف تكفيف آلي بالحرارة وتبقى الطن بيوصل لحوالي ميت كيلو عشان توصل دي الكلام. انت ما تشغلش نفسك بالموضوع ده خالص. اه دكتور اسعد لما اشتغل اشتغل بيجفف قولنا الازولة في النسبة للصيف. بيبيتها بالمفروض بتبقى اربعة وشين ساعة. في حاجة مهوية عشان الحرارة ما تخمج. تخمر ولا تخمج وتعمل حياتة كانت زي الملوخية وطبوز ونبيهية مش هتاكلها. ولو كانتها تعمل لها اسهالات. تمام? بتحطها في حاجات مصفية زي اسبيتها اي حاجة يكون مهوية. تمام? اه وتاني يوم بتعمل الخلطة اللي احنا اه هنزل فيه فيديو هنزله تاني ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول. اه اللي هو بتاع عمل العلف بطريقة اللي كان انهلنا الدكتور اسعد الضك لان الفيديو القديم احنا اه وقفناه نشره لان اه كان فيه بعض الصور من مزارع فاصحاب المزارع ديت اه يعني طلبوا اه قناة اليوتيوب ان الفيديوهات دي بتاعتهم فقناة اللي اه يعني بعتت لنا فاحنا وقفنا الفيديوهات دي وهنزلها تاني هنزلها بس بصوت بس بدون صورة يعني بدون صورة عشان خاطر ما حدش اه يزعل يقول ان احنا واخدين الصور من عنده احنا كنا واخدين صور من مزارع اجنبية لان احنا ما عندناش مزارع مواشي وطبعا ما بنحبش نصور عند حد عشان ما حصلش عنده مشاكل او ضربات يقول لك اتحسدنا ولا بتعمل كده فكنا واخدين صور من قنوات اجنبية بصور مهايم ومواشي وكده ونزلناها فان شاء الله اه احنا وقفنا الفيديو بس هنعمل الفيديو هنزله بعد ده على طول اه طريقة عمل العلف فخش برضو على الفيديو بتاع طريقة عمل العلف وشوف المكونات اللي بتتحط فيه وعشان اه اه تعرف المكونات طبعا لازم اللي قلنا بالنسبة للصيف بنسيبه اه حد قدنا اربعة واشيون ساعة تمام بيصف المية بيصف نسبة مية جامدة جدا يعني ما تتخيلش يعني ممكن الطن يبقى خمسمائة كيلو او ربعمائة كيلو او تلتمية كيلو تمام? اه في الشتاء ممكن بيعود معاك يوم اتنين تلاتة اربعة اه ما تحاولش تطول او يعني انت حاول تلم وعين يوم او اتنين ازا كنت بتكلم في الشتاء ودايما تعين في الضل ما تعينش في الشمس. تمام? وما تنشفش ايه لان الخضرة مفيدة جدا للمواشي. جدا جدا جدا. وفيها فيتامينات واملاح وحاجات معدنية كتير 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 كتير. وحاجات ملقة وحاجات كويسة للمواشي. انت ما تنشفها كل ده بتفقده. ما بتكففها كل ده بتفقده. فانت تشتغل بها خضرة احسن. والافضل تشتغل بها بيتة يوم او يومين على الاكثر. تمام? ده الافضل يعني. يوم او يومين على الاكثر. مع بقية الاضافات اللي احنا بنزلينها اللي هنزلها في الفيديو. هنزله بعد الفيديو ده على طول ان شاء الله. بعد الاضافات اللي هي اه السرسة والتيفلة الضرة واللي حاجات وطبعا ما تنسيش تجير البراطة عشان الكالسيوم. والحاجات دي كلها لازم تضاف عشان خاطر الايه المواشي. طبعا لو شغال حلاب بتحط بتحطوا برضو عليها ملاس. اه تابعوا الفيديو ان شاء الله اللي هنزل بعد ده على طول. وهنبقى نحول نحطوه لكم في التعليق من تحت. اول ما اللي بعد ما نزلوه هنحطوه في التعليق من تحت. عشان اللي عايز يتابعوه. ويا ريت كده تكون حضرتك المعلومة وصلت. واللي عنده اي معلومة او اي سؤال او عايز يعرف اي استفسار. يبعث لنا على الواتس سنة بنسجلة زي البشو مهندس كده. واحنا ان شاء الله هنزلو فيديو وهنقولو الحل الصحيح ايه. وربنا اسنح الحل الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر